هذه الأدعية السبعة سوف تغير حياتك بالكامل وما هو أهم دعاء في العشر الأواخر من رمضان وبخاصة ليلة القدر ما هو دعاء الكرب وما هي دعوات المكروب وما هو دعاء الهداية ودعاء العتق من النار وما هو الدعاء الذي تدعو به وأنت في أقرب موضع من الله سبحانه وتعالى حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة أدعية كثيرة جدا ولكن هناك أدعية علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن ندعو بها والله أخي الحبيب كل دعاء من هذه الأدعية سيغير حياتك ولكن بشرط أن تثق بكلام النبي عليه الصلاة والسلام أن تثق بهذا الإله الذي خلقك ورزقك بيده شفاءك بيده من الذي ينقذك من الشيطان من الذي يخلصك من الشر من الذي يبعد عنك الخطر من الذي يبعد عنك الضر والمرض والحسد والسحر أليس هو الله سبحانه وتعالى؟ اليوم أخي الحبيب أرجو أن نحفظ هذه الأدعية التي اخترتها لك وأن لا تنساها أبدا احفظ هذه الأدعية كما تحفظ اسمك الدعاء الأول دعاء الكرب دعاء سهل جدا عبارة عن كلمات معدودة يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أربع كلمات النبي سماه دعاء الكرب أو كلمات تفرج الكرب يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأفضل الأوقات التي تقول فيها هذا الدعاء أخي الحبيب وأنت في حالة الرخاء وأنت في حالة السرور والسعادة والصحة والفراغ لا تنتظر حتى تتأزم الأمور فتدعو الله لا أدعو الله في كل وقت أدعو الله في الليل في النهار يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لماذا هنا الدعاء بإسمين من أسماء الله الحسنى الحي والقيوم لأن القيوم هو القائم على شؤون عباده كل ذرة في الكون الله هو الذي يمسك بها هو الذي يحركها هو الذي يسير الكون فلا يتحرك شيء إلا بأمره المرض الذي أصبت به هو بأمر وإذن وسمع وبصر الله سبحانه وتعالى لا تغيب عنه ذرة سبحانه وتعالى هو القائم القيوم الذي يرزق الذي يحفظ الذي يهدي هذا هو القيوم والحي هو الذي لا يموت كل البشر الذين تظن أنهم يضرون أو ينفعون يموتون كل ما تدعو من دوني لا يموت كل شيء هالك إلا وجهه لذلك هنا أنا أريدك وأنت تدعو بهذا الدعاء أن تستخضر معنى الحي أنه حي لا تأخذه السنة ولا نوم لا يغفل لا يغيب لا ينام سبحانه وتعالى يراني في كل لحظة ويرى أعدائي يرى من يحسدني يرى من يمكر بي يعلم أنني سأصاب بحادث أو بمرض أو بشر فهو الحي وهو القيوم القائم على الكون فهو الوحيد القادر أن ينجيني من المهالك يا حي يا قيوم برحمتك أستغذي دعاء الثاني أخي الحبيب وهو دعاء مهم للأسف نغفل عنه وهو دعاء المغفرة وأنت في أقرب موضع من الله في موضع السجود العبد وهو ساجد يكون أقرب شيء إلى الله في هذه الحالة كما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام لذلك أنت إذا أحببت أن تتقرب من الملك سبحانه وتعالى أستجد في الصلاة ودعو الله وأكثر من الدعاء دعاء السجود هذا وهو دعاء المغفرة اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله يعني الأمور الدقيقة والأمور الجلل الأمر الجلل العظيم يعني يعني الذنب العظيم أنت تقول جلالة الملك جلالة يعني المعظم يعني اغفر لي الذنوب الدقيقة التي لا أعلمها واغفر لي الذنوب العظيمة دقه وجله وأوله وآخره اللهم اغفر لي ذنبي دقه وجله وأوله وآخره يعني أنا قبل عشرين عام أذنبت ذنبا ونسيت أن أستغفر الله سبحانه وتعالى يا رب اغفر لي هذا الذنب حتى لو أنا نسيته فأنت الرب الذي لا ينسى لا يضل ربي ولا ينسى وما كان ربك نسيا وسره وعلانيته إذن أخي الحبيب اللهم اغفر لي ذنبي هذه سهلة دقه وجله سره وعلانيته أوله وآخره ولا يضرك بأيها بدأت اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلانيته هناك كثير من الذنوب يفعلها الإنسان في السر ويخفيها عن الناس ولكن ولكن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهناك ذنوب الإنسان يقترفها أمام الناس لا يبالي يأكل الحرام ولا يبالي قد يمارس النميمة ولا يبالي يمارس الحسد ولا يبالي يؤذي الناس ولا يبالي قد يؤذي إنسان بالسلوك أو يأكل مال إنسان ولا يبالي هذا ذنب اقترفه علانية في العلن يعني أمام الناس فأنت تقول يا رب اغفر لي هذا الذنب أيضا اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلانيته وهذا تحرص عليه أثناء السجود إذن هذا هو الدعاء الثاني قلنا دعاء الكرب ودعاء المغفرة أثناء السجود دعاء العتق من النار هو كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار حسنة الدنيا المرأة الصالحة وهذا أيضا دعاء لمن تعسر زواجه لكل زوجة تأخرت في الزواج تدعو بهذا الدعاء دعاء الزوج الصالح والعتق من النار والفوز بالجنة هي حسنة الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعاء الرابع أخي الحبيب دعاء الهداية وهذا ضروري أن نتعلمه لأن النبي كان يدعو به في صلاته عليه الصلاة والسلام في القنوط وفي مناسبات كثيرة اللهم اهديني فيمن هديت وعافني فيمن عفيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك دعاء سهل جدا وفيه هداية وفيه معافا وفيه مغفرة ماذا تريد أكثر من ذلك إذا ضمنت الهداية والمغفرة والعتق من النار وضمنت الصحة فماذا تريد اللهم اهديني فيمن هديت وعافني فيمن عفيت ليصرف عنك الله شر المرض وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت يعني يا رب من توليته لا يذل ولا يعز من عاديت من يعاديك يا رب لا يمكن أن يعز سيكون ذليلا إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت أستغفرك أو نستغفرك ونتوب إليك الدعاء الخامس أخي الحبيب دعوات المكرب دعوات المكرب وكل واحد مننا اليوم لابد أن يكون لديه هم وبخاصة إذا كان مؤمنا صادقا لابد أن يبتلى اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لشأن كله لا إله إلا أنت اللهم رحمتك أرجو اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين يعني هنا أخي الحبيب كل واحد مننا لابد أن يتخذ في حياته الكثير من القرارات الخاطئة بسبب عدم التوكل على الله وعدم تفويض الأمر إلى الله ولأنك لم تسلم شأنك لله اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين لماذا؟ لأن النفس أمارة بالسوء إن النفس لأمارة بالسوء النفس توسوس ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الورد فعندما تتكل وتعتمد على نفسك هذه النفس تأخذك في اتجاهات خاطئة أما عندما تتوكل على الله وتسلم أمرك إلى الله وتقول يا رب لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ثق تماما أن كل قرار ستتخذه سيكون صحيحا بإذن الله لا إله إلا أنت يعني دعاء شامل أصلح لي شأني كله في العمل في الدراسة في الزواج في كسب العيش في علاقات أصلح لي شأني كله كل شأن كل شأن أنت تطلب من الله أن يصلحه لك ثم تختم لا إله إلا أنت أنت القادر على أن تصلحني وأنت الوحيد يا رب المتصرف في هذا الكون القادر أن تصلح لي كل شيء من مرض من فقر من مشاكل كل شيء أنت القادر أن تصلحه دعاء السادس أخي الحبيب وهو دعاء ليلة القدر اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنها اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عني العفو صفة من صفات الله إذا أردت أن يعفو الله عنك أعفو عن الناس تسامح مهما تعرضت من أذن عود نفسك على ثقافة التسامح العفو لتضمن عفو الله عنك لأن الله هو العفو هو الذي يعفو عن عباده سبحانه وتعالى دعاء السابع والأخير وهو دعاء مهم جدا دعاء يحدد مصيرك النبي عليه الصلاة والسلام كانت عينه ليست على الدنيا بالعلى الآخرة لأنه يعلم أن هناك يوم قيامة وهناك غضب من الله عز وجل سيصب فوق رؤوس المجرمين ستمتلئ جهنم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد ستمتلئ بالعصات بالظالمين بالغافلين عن الله سبحانه وتعالى لذلك كان دائما يتذكر عذاب النار ويقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك دعاء جميل ولطيف وسهل جدا أرجو أن لا تنساها أخي الحبيب أدعو به بعد أوقات الصلاة أدعو به في أي كرب يصيبك أي مصيبة تصاب بها قل اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك فإذا ضمنت الوقاية من النار والبعد عن نار جهنم فكل شيء سهل يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الفائزين برحمته والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق